السلام عليكم البنات كيف حالكم صحيح نتمنى تكونوا بخير والأخير مرحبا بكم معي فيديو جديد مع وصفة جديدة بالنسبة لبنات الفيديو اليوم سوف نشارك معكم ملاوي يأتي لها تشكيل البنات يأتي مورقين من داخل ومحمرين من بره صراحة يأتيون جيدين نتمنى تجربوهم وعجبكم أنا متأكد سأعجبكم هذا ملاوي ونجعلكم مع مقادير وطريقة تحضير بالنسبة لبنات 500 جرم طحن الفرس 300 جرم الفينو وكتشارة السكر كما ترون معي كتشارة كبيرة ولكن لا يوجد الحجم الكبير هناك كتشارة السكر وكتشارة السكر وكتشارة السكر وكتشارة الخميرات الخبز كتشارة السكر وكتشارة ملكة وملاح يجب المكتشة وكتشارة لنضيف الماء من الماء يجب البرد يجب الماء يجب الماء بارد سوف نزيد الماء ونخلط بالنسبة للعجين يجب أن تكون قصحة البنات نهائيا يجب أن تكون طبعا كثيرا لكن في نفس الوصف نهائيا يجب أن تكون طبعا دائما البنات العجين يجب أن تكون طبعا لن تصعب لكم في الخدمة يجب أن نبدأ في الأجين ثم نضع مجموعة الأجين لن نضع لحظة المعبنة ونضع لحظة المعبنة ونستعمل لحظة المعبنة سوف نضع لحظة الأجين اضغط جمعة سوف نضيف الزيت و ملاذ بلاستيك بالنسبة للبلاستيك سوف تجلق العجينة سوف نضيف بلاستيك و ترتاح لمدة نص ساعة ثم يدخل فيها كثير قد لا تتسهل عليكم و اضغطت الجينة سوف نضيف بالنسبة لكويرات لنضيف بلاستيك نشكل الكويرات على حجم هذا لنضيفة البنات الملوية سوف نضيفة كلها وخمسة الكويرات و اختلطت هذا الحجم سوف يتم كبير و معوطة سوف ننتج في الطمئة الامر ثم نضيف الطمئة و billions ستيجت لي الرجنت كل هذه الأخيرة ستبقى الحجينة لأنه اسمع لا تسرع كل هذه الأخيرة ثم تبركي حجزها بعد ذلك سوف نضيف الزبدة سوف نضيف الزبدة لنضيف الزبدة ارتاح لي البنات الرغايف ديالي دوست باش نورق في الملاوي ديالي تبا تندهان بالزيت وكنت لقف الرغايف ديالي اه بنسبة لبنات قد مرققتوا قد ماكيجوا ملاوي مزيونين مورقين من داخل ماشين دقسين كمزا نطلق في العجيناتك يتبالي رخما لي انا كنقرص عليهم وعجينا البنات الرتاحت مزيان بكتتصعب شعليا في الخدمة نهائيا صفى البنات وكنرش بالزبدان والسميدان كما كتشوفوا معايا وكنت بفرغي فاديالي عادي كنطوي وكنرش هذا الزبدة والسميدان بها تشكل هذا البنات كما كنطوي ورغيفة عادي كنطوي وكنرش الزبدة قرصت معكم في الأول ونعملها في الوسط ونطلقها بشوية سميدة وشوية زبدة ونطوية لها بالنسبة لنطوية البنات سوف ينطوية هذه الفلجينة لنطوية هذه الفلجينة لنطوية البنات دائني لنطوية البنات سوف ينطوية الزبدة ونطوية هذه الفلجينة كما ترون معي فلنطلقها بشوية الزبدة لا تخافوا بأن البنات تأتي مورقة لا تأتي مع الجنة أو غليطة نهائيا لنطلق هذه الفلجينة لنطلق الزبدة ونطلق الزبدة ثالثة كما قلت لكم كما قلت لكم أنا كلها ملوية عمت فيها خمسة الرغيفة لحسب أنا السنية اللي عندي المقلة اللي عندي كنطيف فيها هذا كل الحجم اللي كيجيني فيها معوض ونزوما كيبقى لكم الاختيار صف البنات وكنطلق الزبدة في هذا الشكل وكنطلق الزبدة وكنطلقها كما تشوف ورائي كان حديها كتمشي الراسة لأن اللي عندي مرتاح للمزيان فكتعدب شي في الخدمة صافي وكنتصمر بنفس الطريقة كنرش الزبدة وكنتنزل الملوية في الوسط عادي كما تشوفوا معي هم اللي كننزلها كان حاولا تلقى شوية ودائما يعني كتنزلوا الملوية ديالكم ديها اللي كانت طوي وهاد ايمان كتردوها من تحت صافي وقت تبقى تطوي بهذه الطريقة ويتكون مرخوفة البنات ما تزيروش لجينة نهائيا بما كتشوفوا معي ما تزيروش لجينة صافي البنات صافي وكنه الزو وكنه الزو كان لابد منطلق رغيفة ديالي رابعة صافي نباد منطلقس صافي نباد منطلقس وساق صافي البنات كما تشوفوا معها دائما جيها اللي كانت طويها كاردوها منطلقس ولكن لن تصمينا فوق حانيا وجينها رغيفة ديالي نمضغة سمحوا الي يا البناتي لذا كنت نهضر بزا فغير بغير نشرح لكم انك شيء ما انا لتلك مرة صافي البنات وكنت طوي وكنت طوي البنات تحبها الطريقة وانا دائما كنروش بالزبدة والسميدة. تحبها الطريقة وانا دائما كنروش بالزبدة. ونضغط فوق الكاية للزبدة لانا تخسر شكل البنات. سوف نضغط الرغيفة اللخرية منها الخمسة. وبها نجمع الملوية في اللخر. سوف نضغط البنات ونروش بالزبدة في حل الملوية التي قمت بها قبل. مسميتها. سوف ننزل البنات وننزل الملوية في الوسط. كما تشوفوا معايا احنا قد مطمئن كان طبي وكنزيدوا الرغيفة. نحصل على شكل دائري. سوف نبشي زبدة وشوي دي السميدة وكنجبدة هيدا في اللجين. ولكن مني كان نشد كان ما كان نزيار شي البنات. سوف نحاولوا ما تزيرو شي. سوف نضغط النصر. تصدقوني البنات الملوية يجبون نجح المياه في المياه يعني نقدرون الملوية اخرين يصدقونه و لا ولكن هذا سهلين يصدقون مياه في المياه يجبون مرقين و يجبون صراحة مزونين بزاف اتمنى تجربوه انا متأكدة سوف يجبوكم قصف البنات سوف نضيفه باستطيقون بالزيت و نضيفه لذلك لا يخصي الشكل امتعد قطعه 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 و قطعه يجب أن يكون السكر مزيون ولكن لا تضيف من الداخل يجب أن تضيف الخطار و على نار مهيلة تتأكدوا و تنفخ لكم تتأكدوا بأنها تضيف من الداخل في البناتة بعد أن أتأكد بأن الرغيفة يجب علي شدة فراسة قلبتها و كما ترون سوف نقوم بتحمر سوف نقوم بتحضير سوف نقوم بتحضير اللون و نقوم بتحضير اللون سوف نستعمل هذه الطريقات سوف نستعمل على هذه الطريقات سليمة لديها كاملة لديها طحنة لديها 3 ملوية لأنها كل شخصة لديها 5 ملوية و هذا هو الشكل نهاية البناتة الملوية لديها تشكل برجم كثير من والدها من الملوية مسارة من الملوية شربوا برجمك ثم يجبوا برجم كثير من الملوية اشتركوا فيديو جديد مع وصفة جديدة السلام عليكم ونهاركم بركة